اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي ربما السؤال الذي يطرح نفسه دائما وكنا تحدثنا في الحلقة التي مضت عن جانب منه لماذا خلال الـ 21 سنة التي مضت في عمر العراق هذه الحقوة السوداء هذه الحقوة الشاذة لماذا كان صوت الطائفي أو خطاب الطائفي هو الخطاب الأول وهو الخطاب الذي يتكى عليه كلما اشتدت الأزمات كلما كبرت الأزمات كلما ضاق الخناق على أي حكومة من حكومات المتعاقبة كلما ضاق الخناق على العملية السياسية ذهبوا مباشرة إلى الخطاب الطائفي لماذا؟ الحقيقة أيضا واحدة من سمات أو من طبيعة هذه السنوات الشاذة العقديين التي مضت من عمر العراق أن كل الطول التي جاءت للعراق في إثر الاحتلال وتحت مضلته ومع دبابته والإجابة لإحتلال كل هؤلاء والذين يعني الآن يتحدثون بوطنية ويعتقدون أن الناس تنسى وأن عقول العراقيين لا تجمع ولا تقرأ ولا تتذكر تحدثون بلغة وطنية ولغة عالية ويتصرفون حكز ذلك تماما عموما لماذا هذه القوى ليس لديها منذ أن جاءت في عام 2003 إلى حد الآن غير الخطاب الطائفي هم يعتقدون نجح معهم الخطاب الطائفي ويعتقدون أن هذا الخطاب سينجح باستمرار استخدموا هذا الخطاب في عام 2003 إلى 2004 وفي عام 2005 عندما صوتوا على الدستور عندما دعوا الناس تصويت على الدستور عندما قبلها في عام 2003 عندما منعوا غالبية العراقيين من مقاومة الاحتلال عندما سموا أو أطلقوا على قوات الاحتلال قوات التحرير كل هذا كان بهذا النفس الطائفي بهذا الرؤية الطائفية الغريبة عجيبة كان يتحدثون عن نظلومية لا يتحدثون عن عراقية حتى في كتابة هذا الدستور وهو ما كتبه يعني كتبه أمريكي كنا نعرف من كتبه لكنهم ترجموا وأضافوا لمقدمة وتمهيد يعني قالوا فيه ما يريدون ونفثوا فيه كل السم الموجود وبالتالي في هذا الدستور قالوا أيضا عن الطائفي وذهبوا إلى المكونات ولم يذهبوا إلى المواطنة وقسموا العراق إلى فدراليات وجعلوا الهويات الصغيرة هي دفعوا الناس إلى الهويات الصغيرة إلى هويات طائفية ومناطقية وعشائرية وقبلية وكل شيء من أجل أن تختفي الهوية الوطنية مزقوا الهوية الوطنية وكانوا يعني يطاردون كل إنسان يتحدث عن الوطنية كان يتهموه بشدة الاتهامات إذا ما تحدث عن الوطنية الوطنية كانت وما زالت خط أحمر لا أحد يتحدث عن الوطنية هم يتحدثون عن الوطنية لكن الوطنية بمفهوم غير وطنية الحقيقية والوطنية اللي يفهم أهل العراق فالوطنية غير شكلتهم ولا أحد يتحدث الوطنية إلا هم لأنهم يفهمون الوطنية التي يريدونها فلذلك كانوا كلما اشتدت وكلما مال الميزان بهم ذهبوا إلى الطائفية ذهبوا إلى تحشيد الناس بهذا الشكل بهذا الشكل وكانت الناس قد وصلت إلى قناعات بعد 2006 وما حصلها في 2006 وقتلوا وتذبحوا وتهجيروا وتدمير مدن بالأرباطعش وكل هذا الذي جرى البعض وصلوا إلى قناعات أن هذا الخطاب الطائفي يعني حقق مراده وحقق مراده في أن يبقوا على السلطة لكن جاءت عام 2017 ثورة تشريه لتكسر كل هذا القاعدة خرجوا شباب صغار كلهم النفس المكون الذي يقولون عنه هو خزاننا هو يعني الحاضنة لنا خرج عليهم يشتمهم ويشتم طائفيتهم ولا يقبل بهم وحرق مقرات أحزابهم وميليشياتهم وقاومهم لذلك تصرفوا معه بجنون الحقيقة فقدوا عقلهم في تصرف معه وكانوا يقتلون بشكل علني يقتلون الناس في الشوارع في ساحة التحرير في النعصرية في النجف في البصرة في أماكن كثيرة بالديوانية بكل مكان قتلوهم بشكل واضح وكانوا يعني لا يرتدون حتى حتى الأقنعة لا يريدون يوجوهم وما حصل في السينك يعني عند جسر السينك عندما رفعوا لافتات أبو فدك وغير أبو فدك وكذا وقال يدلل الخال وواضح يريدون أن يقولون نحن من فعلناها هكذا كان تصرفهم لأنه اهتزت كل الأرض اللي تحتهم الشباب اللي خرج الشباب هم كان يعتقدون أنهم ربوا على الطائفية وإذا به يرفض الطائفية وخرج الطائفية وعبر للطائفية ويطالب بوطن ولا يقبل بهم ولا يقبل بفسادهم فهذه القضية غريبة عجيبة لكن مع ذلك لم تعطيهم درسا عادوا مرة أخرى يتكلمون بالطائفية كلما اشتدت الأزمات وهم يعتقدون هذا الهروب إلى الأمام هذا اللي يسموه بالسياسة الهروب إلى الأمام وهذا الهروب إلى الأمام يؤدي إلى سقوطهم لأنهم يعتقدون أن هذه الطائفية ستجمع الناس وستلهي الناس بطريقة وبأخرى هذه انجمعت البعض وانهلت البعض لفترة معينة وسينقل بالحال وهذا واضح واضح الحال وكل التجربة تدل على ذلك و2019 مثل ما قلنا كانت فيصل في هذا الموضوع الآن يتحدثون بعد 1262 سنة على وفاة على تأسيس بغداد أساسها وجعفر المنصور خلي نشيل التمثال واقفين ميليشيات تريد نشيل التمثال وكأنه العراق يعني يختصر إذا ما شلوا التمثال هذا خلص العراق رجع وجه الطبيعي ورجعت للحياة أنتو في أي حال تتكلمون العراق مملوء بالأزمات فوضى سياسية فوضى اقتصادية فوضى اجتماعية لا سيادة لا استقلال وتغول خارجي وضع من أخطر المهجرين بالخارج سبع ثمان ملايين مهجر بالداخل بالداخل ناس نازحين وتريدوا نسدون مع عسكرات النزوع لكي تقولوا نعم ما عدنا نزوع وفقر وبطالة وأمراض وضياع لكل شي ونستورد 95-96% من كل مواد العراق من الخارج بلد مستهلك فقط والأموال تأتي وما زلنا في أكثر 20 دولة بالعالم فسادة وما زالت بغداد أسوأ مدينة في الدنيا وما زال العراق خطر وكل السفارات وكل الدول التي تدعم العملية السياسية وتدعمها لحد الآن تطلب من مواطنها اللي يحضروا إلى بغداد وإلى العراق لأنه خطر لاحظ النقطة الغريبة فبعد 1262 سنة تقف مجاميع لكي ترفع هذا التمثال والشرطة تقف وقريبة عجيبة ما هذا الذي يحصل كيف يمكن لأحد أن يتصرف وفكرة يدل بهذا الشكل تروح إلى دول كثيرة في العالم كلها عندهم خصومات مع رؤساء عندهم خصومات مع أنظمة ما زالت شوارع وما زالت تماثيل وما زالت مجسمات وما زالت محطات بأسماء أو لا لا تعني هذا تاريخ أنت أنت لا تمحو التاريخ ليس لديهم إلا هذا الخطاب الطائفي لأنه أي خطاب آخر يتحدثون تحدثون بخطاب الإنجاز وما ما عندهم إنجاز يتحدثون بخطاب خطاب المستقبل يكذبون علينا ويعفو الناس خطاب الحاضر كذب خطاب البناء خطاب الاستقلال خطاب السيادة خطاب كل شيء كذب فما عندهم غير خطاب الطائفية لأنه هذا يعتمد على روايات تاريخية وروايات لا أحد يعرف مصدرها والتالي الكل يجب أن نصدقها وما يجب من أدعمها وخلص ونمشي بيها وهذا الوضع مع الأسف الشديد أن يصل أن يراد لثقافة العراق أن تطبع بها كذا خطاب أبدا إذا سنوات معينة ووقات معينة مالت ثقافة العراق بهذا الاتجاه فستعود وتستعدل وبدت في عام 2011 استعدلت وهناك من يعني يبني أسس لأن ينسف كل هذا الخطاب الطائفي ويدمر وعندما ينسف هذا الخطاب ستنسف كل القوى التي تدعمه وكل القوى التي تبنته وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الآن أستودعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر